ظل الآلام مصدر إلهام للعلماء بحثاً عن علاج أو مسكن له لذا التخلص من الآلام هو محرك رئيسي لمعظم الأبحاث والتجارب الطبية إذ تشير دراسة علمية حديثة إلى أن تعرض مرض الآلام المزمنة وخاصة المصصرية والعصبية منها للون الأخضر وضوءه يسهم بشكل كبير في تسكين الآلام لمدة قد تصل لأيام فالتجارب التي أجريت على قوارض أثبتت أن خلايا عيونها المستشعرة للضوء ساهمت في تخفيف آلام المفاصل لدى الفئران بعد تعرضها للضوء الأخضر وكشف الباحثون أن المخاريطة والعصية وهي خلايا العين التي تستشعر الضوء ساهمت في تخفيف الآلام من خلال تسكين الدوائر الكهربائية المسؤولة عن الشعور بالآلام اعتماداً على اللون الأخضر أما التجارب السريرية الحديثة فتؤكد أن بضع ساعات من العلاج باللون الأخضر من خلال التعرض معملياً لموجات الضوء الأخضر الخافتة أو بالمكوث في الطبيعة لأيام متتالية قللت من شدة الآلام لدى مجموعة صغيرة من مرضى الآلام العضلي اللي فيه وعدد أيام الصداع لدى مرضى الصداع النصفية ويمكن أن يفيد هذا النوع من التداوي مرضى آلام أسفل الظهر المزمنة بعد الجراحة مما يقلل من اعتمادهم على مسكنات الآلام وعلى عكس المواد الأفيونية في تخفيف الألم رغم ما تسببه من إدمانه تبقى تقنية اللون الأخضر خالية من الآثار الجانبية ويبدو ذلك جلياً على الأشخاص الذين يقضون أوقاتاً بين الطبيعة المتشحة باللون الأخضر الغامق لتهديئة نظامهم العصبية ترجمة نانسي قنقر